حول الموضوع عندما لنا مباشرة عبر الهاتف من عمان رئيس جمع أحرار العشائر الجنوب الشيخ ركال الخضير وعضو الوفد المفاوض في أستانا سابقا أهلا بك معنا شيخ ركال أولا ما تعليقكم؟ ما موقفكم من ما يجري في أستانا؟ السلام عليكم سيدك الكريمة أستانا أصبحت هي أطاء مهلة للنظام يستيطر على أرض أكبر وأوسع من التي كانوا يسيطر عليها هذا نظام كاذب ونحن مشكلتنا مع النظام نعرف أنه نظام كاذب ولكن كنا نتأمن من أن يكون الدور الروسي دور صادق ولكن للأسف خلال أستانا واحد واثنين وثلاثة وأربع الدور الروسي كان دور غير صادق في إنهاء المعاناة أو وقف إطلاق النار في سوريا كاملة ما يخص الجنوب؟ الجنوب يتعرض لإبادة بأي مذهب أو بأي قناعة نذهب وشعبنا يتعرض لإبادة وللأسف الشديد الطيران الروسي كان يشارك في هذه الإبادة واليوم يقولون نحن نريد أن أوقف إطلاق النار ما أنتم اللي عم تقتلونا اللي عم يقتلونا بالأمس بالأستانا السابقة ما كان الإيراني يواصل للجنوب نحن الإيراني على أبواب الجنوب من سمع له طيب ما مطالباتكم شيخ راكان ما سبيل تنفيذ أي اتفاق على الأرض الآن في ظل كل ما ذكرته ولم تكون أي أستانا صادقة في كل أستانا يتم تسليم منطقة في كل أستانا يكون تسليم منطقة نعم طيب يعني الآن المحادثات هي استمرت لمدة يومين لكن لم يختلف أي شيء عن أي محادثات سابقتها يعني إذا ما نظرنا بنظر التفاؤل حتى يعني لأي مفاوضات قادمة على أي أساس يجب أن تتم هذه المفاوضات نعم نحتاج إلى ضمانات دولية ونحتاج إلى تفعيل الدور الأمريكي في هذه الضمانات لأنه الدور للنظامن نحترم الدور التركي والدور التركي كان صادق ولا هو وجود ولكن الدور الإيراني دور غير صادق الإيراني محتل والإيراني لديه مطامع وإغام الروسي تبنينا أن يكون دوره دور فعال وصادق ولكنه الاسب الشديد لا هو فعال ولا هو صادق ولا يتطلع إلى متطلبات الشعب السوري بالعكس هو يعمل بعكس متطلبات الشعب السوري نعم نعم من يريد وقف اطلاق النار نعم من نبحث عن شريك صادق لوقف اطلاق النار لكن لا يوجد يعني ضمانات دولية وأيضا ضمانات دولية ونريد ضمانات وتفعيل دور الأمريكي والدول العربية أن تكون ضامنة نحن لا يوجد لنا ثقة خالص في الدور الإيراني ولا نقضل في الدور الإيراني لا ضامن ولا شريك ولا نعم والدور الروسي نتمنى أن يتبدل ويكون دور ضامن ودور حقيقي أنه ينظر للشعب السوري بعين السنين بعين واحدة نعم شكرا لك على هذه المدخلة الشيخ ركال خضير عضو الوفد المفاوض في أستانا سابقا وأيضا رئيس الجمع أحرار العشائر الجنوب كنت معنا عبر الهاتف من عمان شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لكم